اشتركوا في القناة ورعا لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين نعم وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبناء على توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس مجلس أمنا وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الأكبر منذ تأسيس تمكين وتستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة بما يسهم في توظيف البحرينيين وتعزيز تطورهم الوظيفي وخلال المؤتمر الصحفي علن صندوق العمل تمكين عن تفاصيل إطلاق حزمة البرامج الجديدة المقدمة للأفراد والمؤسسات بهدف تعزيز فرص التوظيف والتطور الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص حيث تهدف المبادرات إلى توجيه ميزانية جديدة لدعم 50 ألف بحريني في السنة ضمن البرامج والمسارات المختلفة بهدف رفع أجور البحرينيين وتعزيز قنوات توظيفهم والتوسع في برامج تطورهم الوظيفي وتدريبهم على المهارات المطلوبة في سوق العمل إلى جانب برامج التدريب النوعية وبرامج دعم البحرينيين للدخول في الوظائف القيادية والتنفيذية بالتزامن مع مواصلة دعم مؤسسات القطاع الخاص في النمو والتوسع من جانبه أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل أن مملكة البحرين ماضية في تعزيز مختلف المسارات التنموية ووضع كافة الإمكانيات لتلبية تطلعات الموطنين وإيجاد السبل الكفيلة لتعزيز فرص التوظيف في مختلف القطاعات الاقتصادية وأشاد حميدان بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين لافتان لأن الحكومة برئاسة صاحب السمي الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تسخر كافة جهودها تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية التي تضع المواطنة محوراً للتنمية وغاية أساسية لها على الدوام الشكر أولاً وأخيراً لصاحب الجلالة الملك المعظم الذي أمر بتحويل أكثر من 200 مليون دينار لصندوق تمكين لإطلاق مثل هذه البرامج المتعددة صاحب السمو أيضاً ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وضع دائماً تحدي أمام جميع الجهات التنفيذية بأن تسعى إلى دعم سوق العمل ودعم فرص العمل النوعية للمواطنين والآن ما قسر أيضاً سمو الشيخ عيسى بن سلمان رئيس مجلس إدارة تمكين بإطلاق هذه الحزمة الغير مسبوقة من يتفحص في هذه الحزمة يجد بأنها لا تعتمد على عنصر واحد هي مجموعة مبادرات وحزمة متكاملة لدعم المواطن البحريني سواء كان داخل جليل في سوق العمل أو هو على رأس العمل سواء كان تدريب أو تحمل نسبة من الزيادات في الأجور وتوفير مهارات وقدرات جديدة للترقي الوظيفي تحسن مستوى المعيشة وتحقيق الأفضلية للمواطن هو هدف تسعى للقيادة وتدفع لها بكل ما تستطيع من جهود ومبادرات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر